السلام عليكم اخواتيك داري اللبس عليكم ان شاء الله مزيان شكرا لتعليقات الحلوة اللي كادخلي وهالي في الفيديوهات وشكرا لتسجيلكم بالقناة هنا يدرت سفنج باعادة هذا الفيديو السابق هذا سفنج كيخرج هكذا تقولي شريته من هدك من الحانوت يعني من برا وهكذا كيكون انا هنا يدرت باش نصور ضغية ضغية لانك الوقت باش يبلي الصورة مزيانة على حسب انك انا قريب المغرب فلهذا فدرت ضغية ضغية هدوك قليتهم وهدك باش نوري لكم بعدها كيف يخرج مهم هكذا يخرج ودرتهم حتى مستطحات وهدي نقول لكم طريقة المقادير انا درت 300 جرام 300 جرام انتع دقيق وهناك تشوفو ومن بعد الى كانت هدك الخميلة ديالكم مزيانة فديروا غيم علقة صغيرة ومعها شوي السكر إلا كانت تبان لكم شوية بردة ديالك الخميرة فديروا معلقة كبيرة ولكن ماشي عمرة يعني باش ما يكونش في هد النسمن تاع الخميرة إذا فدرتها مع هدك خلطها مع هدك هنايا خلطت الملح مع دقيق وثم خلط هنايا كل شي الخميرة شوية الملح شوية السكر والماء الدافئ نخلطوه شوية بشوية مثلا إلا كانت عندنا العجينة في الليل فحتى للصبح نخليها تخمر حتى للصبح عاد باش نديرها باش نديرها الطيب ولكن في الصبح فحتى الليل عاد باش نديرها هادك هي وهكذا هنا خمرتها في كان الصباح إذا فمن بعد فكان فت الوقت بزايا في عاد كان قريب المغرب إذا فدرت لها هكذا بالزيت اللي كان نجمع حالي أنا كانت لسق بزايا في العجينة إذا فمن بعد من اللي كان نعجنوها كانت تبقى هكذا بحل مطاطة عندي واحد الفيديو آخر قد نشارك معكم في الفيديو باش تشوفوا هاتما أكتر هنايا هادو هكذا كانت تكون العجينة وهادو درت لهم كويرات بعدما خمر وخليتهم عاودي خمره ومن بعد تسطحتهم هكذا وهنايا كان بيين هنا لأن ما كنتش بيينتها هنا كنت درتها دايجة بالزيت وعادو نحطوا ذيك الكويرات الصغيرة من الأحسن إلا بغينا غي هكذا السفنج هكذا مسطح أما إلا بغينا كما نتوالفين هكذا بحل دائرة وفيها ووسطها وحد التقبة إذا كما كان نشوفوا ذيما فهكذا إذا فنخليه يخمر بعدما نسطحوه ولا بغينا نديره هكذا مثلا غي هكذا أو كيف كان ديروله باش نديره هكذا بحل السفنج العادي يبدأ فعادو نديرتج مقلات ما عليش نديره نقدروا حتى نديره عنو قلاصة في هذا كله هو كي ينتفخد السفنج ما شاء الله كي يخرج هكذا مزيلا إذا مهم أنا كنت بيينت هذا وهذا كما كنت لكم فا باش نبيينهم هنا في فيديو كي يخرج هكذا السفنج هكذا على الحقيقة دياله يعني على هذا اللون دياله هكذا كي يخرج ما شاء الله وتعجيب لكم إن شاء الله الطريقة قديرو هاي لكن في النهار في الصبح إذا حتى الليل باش طيبه ولكن في الليل حتى النهار لكن في الليل حتى الصبح باش طيبه لكن تخليه ويخمر شوي بعد ما تديرو كويرات كما بيينت لكم هنا في الصينية وهكذا كي يكون في الداخل هادي نبيلكم الفيديو الآخر اللي فيه الطريقة اللي مزيانة يعني الطريقة اللي مضحة مزيان وهديك هي وهكذا كي يخرج منتفخ وكي يخرج اسفنجي وخفيف شكرا للمشاهدة سلام شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة